السؤال لماذا صعد المسيح إلى السماء وتمجد أولاً صعد إلى السماء بكل بساطة ليرجع إلى مكانة الأولى إلى عرشه لأنه ترك المجد والعرش وتجسد في أرضنا في عبرانيين الإصاح الأول والآية الثلاثة مكتوب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيراً لخطياناً جلس في يمين العظم في الأعالي صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم فإذاً رجع إلى العرش السماوي إلى مكانة الأولى مكللاً بالمجد والكرامة كما يقول الكاتب إلى العبرانيين صاح أتنين يعني بعدما أكمل العمل عمل الفداء انتصر وأكمل العمل بجدارة فإذاً صعد إلى مكانه بشان هيك لما بيتكلم عنه في صفر رؤيا الرأي يحنى يقول ووجهه كالشمس يعني اتخيل في منظر بيختلف عن اللي كانوا يشوفوه على الأرض وهذا تأكيد للهوته وأجمل تعبير عن يسوع في المجد في رسالة فليب بالإصاح الثنين والآية خمسة فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لكن اسمع لذلك رفعه الله وعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تشثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب فإذن واضح أحبائي من هذه الآية أن المسيح أكمل عمل الفداء ويصعد إلى المكان إلى العرش إلى مكانته الأولى ثم شيء آخر أحبائي لماذا صعد يسوع المسيح إلى السماء ليكون كاهناً عظيماً كاهن للأبد على ركبة ملك صادق في مزمور 110 ملك السلام ملك البر ليتشفع أمام الله من أجلنا وليكون وسيط مكتوب يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فإذن المسيح في السماء يتشفع عنك وعني وهو وسيط أيضاً وأيضاً يساعدنا لنواجه تجاربنا أحبائي ولسيماً أمام العدو وما يحدث لنا هنا على الأرض زهانوار وهي موسيح جنال اشتركوا في القناة